بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكونون من السائرين في ركبه والملتحقين بركبه الإمام المجتبى صاحب هذه الليلة هذا الإمام الذي أفرح قلب الرسول صلى الله عليه وآله بمولده الإمام أول ثمرة للزواج المبارك إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء أفرح قلب البيت النبوي هذا الإمام الذي يعتقد البعض أنه مختلف الأسلوب عن الإمام الحسين سلام الله عليه وفي الحقيقة هو غير ذلك بل بالعكس الإمام الحسن كان هو المؤسس إلى الخط الثوري للإمام الحسين سلام الله عليه بل هما مدرسة واحدة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام الحسن أو الحسن والحسين إمامان قام أو قعد هما يعني في منهج واحد في خط واحد في خندق واحد الآن اختلف الأسلوب باختلاف الظروف هذا لا يعني اختلاف المنهج نعم كانت الأجواء في عصر الإمام وعهد الإمام الحسن عليه السلام تحتم عليه أن يتخذ أسلوب الصلح ولو كان هو في عهد الإمام الحسين لكان أخذ منهج الثورة بلا شك الإمام أراد أن يحارب طبعا باعتبار أنه هذا الموضوعنا في هذه الليلة عن الوهم أو صناعة الوهم ونخلين الإرهاب مثال إلى ذلك الإمام سلام الله عليه كان يحارب صناعة الوهم الذي أراد معاوية أن يثبتها في المجتمع المسلم شنون؟ معاوية أول من سن صناعة الأوهام عبر سنه إلى سب أمير المؤمنين سلام الله عليه على منابر المسلمين لمدة ثمانين سنة أول من سن هذا النوع من الوهم شنو هذا النوع؟ النوع الذي حينما يجلس طفل صغير تحت منبر المسلمين تحت منابر المسلمين ويسمع سب هذا الرجل يعتقد أن هذا الرجل هو عدو للمسلمين ليس أحد خلفاء المسلمين وليس أحد من قام عليهم الإسلام وحينما تأتي أنت لكي تقنعه بخلاف ذلك يقول إذن لماذا يسب على منابر المسلمين؟ فيعيش هذا الوهم الذي يقول أن علي أو أبو تراب أحد أعداء الإسلام أحد أعداء الدين هو وأولاده هو ومن يمشي في خطه هو وشيعته فأول من سن صناعة الوهم هو معاوية الوهم ما هو؟ الوهم هو عدم الحقيقة عدم الحقيقة أو تغير غير الحقيقة تغير الحقيقة وعادة ما تختفي الحقيقة عبر صناعة أمر يجعل الوهم متحرك بشكل كبير في أوساط الناس شنو هذا الأمر؟ أيها الأحبة لا يتغذى الوهم إلا على الخوف والخوف فقط لذلك إذا أردت أن ليكون الوهم موجود في أي مجتمع لابد أن أبث فيه المخاوف لابد أن أجعل هذا المجتمع خائف وحينما يخاف يصدق كل شيء أنت الآن ممكن أن تقول في عقلك وفي تفكيرك الآن أي ممكن أن واحد يعرف علي عليه السلام يكرهه؟ هل ممكن أن علي يكره؟ هل ممكن أن علي يكون في هذا المستوى؟ علي الذي ولد في جوف الكعبة الذي توفي في جوف المسجد الذي استشهد في جوف المسجد هذا عدو الإسلام أنت ما تجد تصور مثل هذا التصور لأنه كأنما هناك ضدين يختلي جانوية ويتهاوشون داخل عقلك هذه الأمرين ما يصير كأنك تقول الليل والنهار في مكان واحد في زمن واحد في وقت واحد أن فلان موجود وغير موجود في نفس الوقت وفي نفس المكان وفي نفس الحالة هذا الذي يغذيه الوهم إلى الناس أفضل ما يجعل الناس يصدقون أي نوع من الأوهام هو أن يعيشوا الخوف خلني أضرب لكم مثال عشان يصير الأمر وآضح سابقاً أيام الأول الأول أجدادنا وأجداد أجدادنا أيام ما كان موجود في أي إنارة ما موجود كهرباء ما موجود حقول واسعة من المزارع وهذا الرجل لما يروح إلى المزرعة بالليل عشان يروي الزر يسمع صوت حفيف نخل ما شابه لأن الجو يساعد على الخوف ظلام وصوت وماكو أحد شنو اللي يجيز في التفكير أن هذا الصوت العقل يقول ماكو سبب ماكو سبب إلا بي مسبب هذا الصوت أكيد وراه سبب الآن أنا عشان أقنع نفسي شنو هذا السبب شنو هذا السبب أروح أخترع شخصية أخترع شخصية وهذه الشخصية أرميها على الجان لأن الجان ما يرون وأعتبر أن هذا هو أحد الجان الذي جاء ليخيفني ليخيفني ولما جاء ليخيفني وجيت أنا أتكلم إلى الناس أمس بالليل في الظلام في كذا وأعطيتكم الأجواء كامل ولما أنت عشت الجو كامل في الظلمة وأتعرط أنا مثلا إلى مثل هذه الحالة ومثل هذا المكان المظلم المخيف المليء بالأشجار بالأصوات الغير مسببة أصدق هذا الكلام شنو اللي خلاني أصدق خوفي لأن خوفي يقول إليك ماكو شي بدون سبب فإذن هذا هو السبب الجني إلا اسمه سويتشين إلا اسمه كذا إلا اسمه إلا اسمه بس هل أحد من الناس شاف هذا الجني هذا ما أسمعت أنا فيك أي مكان من الأماكن اللي رحتها وسألت أكبئة كبار القوم وقالوا إن فيه واحد شاف فلان شاف هذا فلان من ما تدري أو فلان هذا اللي شافه اللي شافه لما تسأله يقول أنا بعم ما شفته فلان شافه فلان شافه هو القضية أنه أصلا مو موجود ولكن خوف الناس في ذاك الوقت أوجده أجيب مثال ثاني أنتو هذا المثال ضربته في أحدى الليالي لما كنا نتكلم الظاهر عن كمائن الشيطان قلنا أن الشيطان يستغل أوهام الناس القوى الوهمية الموجودة عند الناس لان شنون يستغلها عندنا مثلا إذا واحد توفي بالليل يستحب أن يؤخر تؤخر جنازة إلى النهار ولما تؤخر جنازة إلى النهار يستحب أن يجلس أحد من المؤمنين وياه طبعا الأول ماكو ثلاجات يخلونا في الثلاجة إلى النهار لا يجلس واحد وياه من المؤمنين يقرر عند رأسه القرآن إلى النهار كثير من القصص سمعناها أن هذا المؤمن لما جلس عن هذا الرجل المتوفى وقرأ القرآن دبت الروح مرة أخرى في هذا المتوفى وجاء يقول لا ما مات تعالوا تأكدوا يمكن ما مات يمكن 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 طبعا هو ميت لكن الخوف من الجلوس مع الميت حركه خلي هذا الميت يتحرك يوصل الخوف إلى درجة يخلي الميت يتحرك يخلي الميت يريد يعيش مرة ثانية هذا الذي يعتمد عليه كل من أراد أن يبث وهما من الأوهام في المجتمع لابد أن يعيش هذا المجتمع الخوف لكي أبث أوهامي كما أريد وهذا اللي تعتمد عليه كل الحركات الأرهابية لازم أخوفكم مني لأنك إذا خفت من عندي الصوت اللي يزعجني وصادر من عندك راح يسكت وأنا ما أريد أسمع هذا الصوت فلازم أخوفك واشنون أخوفك لازم أراويك سلطتي غضبي فرعنتي طريقتي في القتل طريقتي في إنهاء حياة الناس وهذا اللي قاعدين يسوون كل من يشتغلون في هذا الإطار وانتون جاين تشوفون أنه الأمر إذا كان واحد مثلاً هذه داعش سوت كثير من الأعدامات إليش يحتاج إلى أن يصور طريقة الأعدام بأحدث التقنيات بأحدث الطرق من جميع الزوايا إليش؟ ليش يحتاج أنه يبث طريقة الأعدام بهذه الطريقة؟ ليش؟ ليش يريد أن الناس تعرف أن بهذه الطريقة أنا أعاقب من يعترضني؟ ليش؟ أنت تفكر وماكو إلا نتيجة واحدة أنه يريدك أن تعيش الخوف منه ولما تعيش الخوف منه هو يقدر أن ينفخ روحك كما هو يريد ليش؟ إذا كنتون أنتون خلافة على منهاج النبوة لماذا لا تقومون كما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يصدر أمره بأعدام أحدهم كان يعدم بالسيف إذا كنتون خلافة على منهاج النبوة في كل شيء لماذا لا تعدمون بالسيف كما أعدم الرسول؟ القضية أنه يريدك أن تعيش الخوف ولما يتمكن من أن يجعل الخوف حليفك بعدين يقدر يسيطر عليك يقدر يسيطر عليك ولما يقدر يسيطر عليك يقدر أنه يتحكم فيك كما يريد الآن ماذا يساعد على انتشار الوهم؟ أول شيء يساعد على انتشار الوهم هو الجهل هم يتغذون ويعيشون ويتربربون ويتربون وينبتون وتنبت أفكارهم في المجتمع الجاهل في المجتمع الجاهل الغير متعلم تتحرك هذه الأفكار وتنتقل هذه الأفكار وتصير إليها حضور حتى وإن كانت في ضد بعض الثوابت العقلية عندنا ثابت عقلي مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين هذه من أيام النبي آدم إلى أيامنا إلى المستقبل البعيد واحد زائد واحد يساوي اثنين اثنين هو الناتج لهذه العملية إذا واحد إذا هم شافوا الخوف موجود والجهل موجود يقدرون أنهم يقنعون الناس أن واحد زائد واحد يساوي تسعين عادي ما حتى يثابت العقلي إلا ما يمكن أنه ما يحتاج الوحي يتعلمه من الخارج العقلي يصل إليه بصورة سهلة ولكن هم أيضا يعتمدون على الجهل فكلما كان الجهل موجود في أي مجتمع من المجتمعات مجتمعاتنا أحنا ومجتمعات اللي هم يستهدفونها أو أي مكان إذا كان الجهل موجود أصبح الإرهاب موجود أصبح الوهم موجود أما إذا كان الجهل معدوم أصبح من الصعب أن تنتشر مثل هذه الأوهام اثنين عدم المسؤولية من الأمور للساعد على انتشار الأوهام عدم المسؤولية إننا أكون غير مسؤول لا عن تصرفاتي ولا عن هذا المجتمع وما يحصل في هذا المجتمع عندما أرفع يدي عن هذا المجتمع وأرفع يدي عن تصرفاتي ممكن إلى أي وهم أن ينتشر إذا أنا ما كنت مسؤول وأنت ما كنت مسؤول هذا المجتمع من يتولى إذا لم أحترق أنا ولم تحترق أنت من ينير العالم شلون هذا العالم راح يتنور إذا ما تحركت أنا وتحركت أنت إذا ما كنت أتحملت أنا مسؤوليتي بالجزئية لمناطبي باعتباري أنا جزء من المجتمع وأنت ما تحركت باعتبارك جزء من المجتمع وذاك ما تحرك هذا المجتمع ممكن أنه يتخلف يتراجع تنتشر فيه الأوهام لكن المجتمع له مثل مجتمعكم بارك الله فيكم المجتمع الذي ينتشر فيه تنتشر فيه المسؤولية كل واحد يحس أنه أنا لي حضور وأنا مسؤول عن هذا المجتمع يصير منفدح يصير العلم موجود فيه يصير الثقافة موجودة فيه فينتهي تنتهي الأوهام أيضا يساعد على انتشار الوهم استباق الأخبار في البعض عنده أعتقد أن هذا شيء يأثر على داخليا أنه لا بد يصير أول واحد ينشر الخبر ما أتكلم عن الصحفيين يصير عنده رغبة بأنه أنا الذي نشرت أنا الذي كنت الأول أنا اللي قلت لفلان أنا اللي أنا أعرف مع أنه في النهاية أنت ما تحس أنه فيه هناك يعني فائدة من وراء هذا خصوصا الأخبار التي تمس هدوء المجتمع إذا أنا جيت ونشرت وهم يعتمدون على ذلك أكأ الحين هم ما يعتمدون على وسائل الأعلامية الوسائط الأعلامية في نشر ما يعقومون به يعتمدون على على أننا أحنا أنا بصير أعلامي عن داعش وأي شيء يساوونه راح نشرح في كل القروبات اللي أنا نشترك فيها أنا صرت واحد ممن يساعد في انتشار هذه الأخبار الآن تفجير الكويت بالله عليكم اللي صار كل واحد منكم كم واحد كم مرة وصلت وصلت الخبر مرة واحدة لو تسعين مرة نحن بلعتمد على الوسط الأمر يخليك تفكر بعض الصور اللي في بعض الأحيان تكون مو مناسب إنك أنت تنشرها يصير كأن ماكو حرمة إلى الميت وماكو أمر يوقفني هذا الأمر في حد ذاته ممكن أن يساعد في انتشار الوهم كيف نحارب الوهم الآن قلنا أن الوهم ينتشر في المجتمع الجاهل الذي لا يعير اهتماما للعلم فلذلك أحنا وأهل البيت عليهم السلام دائما ما كان يحثون على التعلم تعلم وتعلم 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 وأي مؤسسة أيها الأحبة أي مؤسسة أخذت على عاطقها وأي مجموعة من الشباب أخذوا على عاطقهم أنهم يعلمون يجب أن تدعم هذه المؤسسة ويجب أن يدعمون هؤلاء الشباب التعليم الموجود في المنطقة هذا لا بد أن يدعم بشكل كبير أنا إذا كنت جزء من هذا المجتمع راح أدعمه إما أكون مدرس فيه إذا ما كنت ما أقدر أدرس وممكن أدعمه مالياً ما أقدر أدرس وما أقدر أدعمه مالياً أدعمه بالحضور أجي أعمل بيدي ما كواحد يقدر يقول أنه أنا ما أقدر أدعم التعليم ممكن لهذه المجموعة التي تقوم وتأخذ على عاتقها عملية التعليم أنه مو تصير بس مجموعة بسيطة أو تحملها بسيط لا ممكن أنها توفر طريقة وطرق في التعلم ومعلومات أكثر مما يستطيع أي إنسان يحصل في أي مكان ثاني فتعلموا تعلموا تعلموا حضورك في المأتم دليل على رغبتك في التعلم وحاول أنك أنت تتعلم من المصدر الصافي بالطريقة الصحيحة لا تعطي المجال إلى الأفكار المنحرفة الغير موزونة أنها الشاغ بعقلك وتخلط عليك الأمور أنت لابد عليك أن تتعلم وتتعلم وتتعلم أمير المؤمنين يقول من تساوى يومه فهو مغبون لا تخلي أمس مثل اليوم لابد في كل يوم تضاف إليك معلومة جديدة اثنين ارتبط بالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الآن الآن إذا تعلمنا من المنبع الصافي تعلمنا التعاليم الدينية الصحيحة ما تقول لنا التعاليم الدينية تقول إلينا أن هذه الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر إذا كان الأمر بهذه الطريقة وأنا مغادر الدنيا مغادرها كل نفس ذائقة الموت كلنا سوف نذوق هذا هذا الأمر سنشرب من هذا الكأس إذا كان الأمر بهذه الطريقة فإذا كان الموت راح أذوقه في كل الأحوال مت بالسيف مت بغير السيف مت ب موت الفراش بالمرض بأي شيء مو مهم الموت قنطرة الموت قنطرة وإذا كان الأمر هو الذي يخيف يخيفونكم ويخيفون بالموت أحنا أبناء المدرسة التي تقول الموت لنا عادة وكرامتنا القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة الإمام حسين يقول لذلك الطاغية بالموت تخوفني تخوفني بشينا خوفني بشي ثاني أهم شيء عندي أنا ديني إذا سلم ديني لا أبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا هو مهم وارتبط بأهل البيت عليهم السلام ارتباط واعي ارتباط خدمة ارتباط تمسك بهذا الخط لأنه كلما مشى الزمان تأكدنا وتأكدنا أننا على الحق وأن ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام ارتباط حقيقي وارتباط واعي وأن هذا الخط هو حقا خط الله سبحانه وتعالى فيجب علي أن أكون حاضر في هذا الخط بكل وعي وإدراكي وأكون أنا واحد من من يخدم هذه المدرسة خدمة جليلة أيها الأحبة للأسف هذه آخر ليلة وقف قدامكم و يا الله يحيننا من الحين السابق جاي وياكم فأرجو أن أكون أنا ضيف خفيف أو كنت ضيف خفيف على قلوبكم و وعذرا على أن أنا قلت ضيف لأن أنا حسب توحي وحب منكم وأتمنى أن تعذروني إذا خرجت كلمة وفي مكانها قلت شيء لازم ما أقوله أو تعرض إلى أحد بأي شيء الإنسان خطأ و دائما إذا أخطأ يجب عليه أن يعتذر وإذا اعتذر إلى المؤمنين فالمؤمن أهل للعذر والعذر عند كرام القوم مقبول فأرجوكم أن تنسامحون على أي تقصير وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وياكم إن شاء الله في خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه وفي أي مكان ثاني وشكرا لكم من القلب أنا ما أدري شنون باشر بيجي وأنا ما نوياكم ثقيل على قلبي شكرا لكم من القلب والله إني أحبكم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين